الرئيس السيسي يشيد بإنجاز الأياد المصرية بشأن منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لبنان يعلن فرض إغلاق عام ثلاثة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس كورونا والولايات المتحدة تتهم إيران بالابتزاز النووي بعد زيادة تخصيب اليورانيوم وصولا إلى عشرين بالمئة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقودا بديلا للسيارات نظرا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة وبتسهيلات تمويلية كبيرة جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع ممثل كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومستشار الرئيس للشؤون المالية أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما شهده من إنجاز للأياد المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه تفقد المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مبديا سعادته بما رأاه من إنجاز قررت الحكومة اللبنانية فرض إغلاق تام في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من السابع من يناير وحتى الأول من فبراير القادم وأوضح وزير الصحة اللبنانية حمد حسن أن هذا القرار جاء خلال اجتماع اللجنة الوزرية الخاصة بفيروس كورونا واعتبر أن التحدي الفيروسي وصل إلى مرحلة تشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة للمصابين وصفت الحكومة الألمانية الوضع في مستشفيات البلاد بأنه صعب للغاية بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه من الصعب الحصول على صورة دقيقة لوضع الفيروس في اللحظة الراهنة لاحتمال عدم اكتمال الحالات المسجلة بسبب موسم العطلات دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الناخبين في ولاية جورجيا إلى حسم مقعدة مجلس الشيوخ للمرشحين الديمقراطيين وقال بايدن أمام حشد في ولاية جورجيا أن مرشحي الحزب الجمهوري يعملان لصالح ترامب وليس لصالح الولاية ويصع بايدن إلى دعم حملة مرشحي الحزب الديمقراطي للسيطرة على الأغلبية في مجلس الشيوخ انتقدت الولايات المتحدة إعلان إيران البدء في عملية تخصيب الييرانيوم كي تصل إلى نسبة عشرين بالمئة وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي مشيرا إلى أن إيران ستفشل في تحقيق أهدافها طالبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج وأعلنت الخارجية الكورية إرسال وحدة لمكافحة القرصانة إلى مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي للضغط من أجل الإفراج عن السفينة التي يأتي احتجازها وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسرا نيوز الجديد هو 12-11-785 ومعدل الترميز 27-500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم ونلقاكم من جديد على رأس الساعة شكرا لكم